في السياق حذر المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو عد العسكري من أيام عصيبة ستمر على العراق إذا تمت مصادرة حق الأغلبية على حد تعبيره وقال العسكري في تغريدة له إنه يحذر من السير وراء الإرادة الخارجية بعد أن بحت الأصوات وهي تنادي بإرجاع الحقوق إلى أهلها مضيفا أن المعطيات الميدانية والتقديرات الأمنية تفيد بأيام عصيبة يخسر فيها الجميع وكانت النائبة عن دولة القانون عاليا صيف حذرت أيضا في تصريح متلفز حذرت من الدم إذا ما حدث أي شرخ في البيت الشيعي